اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موجود في كل الدول وفي السعودية بتنتجوا الشركة سابك شركة سابك بتنتجوا في السعودية وبينتج عندنا في مصر وكل الدول بتنتج سلفات النشادر سلفات النشادر ده بقى يا جماعة من الحاجات اللي التأثير بتاعها حميضي من التأثير بتاعها حميضي دي رقم واحد ان هو عندنا عندنا بتاع الاراضي بتاعتنا قلوي او الحموضة بتاعتها عالية شوية فبيننزل حموضة بإيه بننزل حموضة بإضافة سلفات النشادر ليه حميضي لان في كابريت تمام لان في كابريت في 24% كابريت تمام فالاراضي اللي هي البقيتش بتاعها مرتفع بنحط لها سلفات النشادر مع المادة العضوية بيبعملوا كوكتيل مع بعض ممتاز جدا تمام دايما سلفات النشادر بنرجح او بنحطه في في اوقات لو الحرارة عالية ما فيش مشكلة ان احنا بنحطه يعني بس ما يكونش برضو كميات كبيرة تمام سلفات النشادر من الحاجات اللي هي بنحطها مع الخدمة الارضية من الاسميدة اللي بنحطها مع الخدمة الارضية لان ما ينفعش نحط نطرات النشادر فبنتطر نحط سلفات النشادر سلفات النشادر ليه لان الشحنات بتاعيدها طبعا موجبة تمام وموجب مع سالب اللي هي شحنات الحبيبات والطربة في الارض موجب مع سالب فبيمسكه في بعض وصعب ان يحصل غسيل لسلفات النشادر تمام سلفات النشادر ممكن لو ما عندكش نطرات ممكن تستخدمها وقت التزهير ليه لان كمية الازوت فيها منخفضة مش عالية اوى 26 غير اليوريا اللي هي ال46 في المية يعني تقريبا اكتر منها ضعفين وحاجة كمان تمام سلفات النشادر هي يعني بتدوب في المية وممكن نبدأ نضخها في المية ما فيش اي مشكلة خالص فيه شبكات الري بالتنقيق ما فيش اي مشكلة خالص منها واز كانت يعني اقل زوبانا من نطرات النشادر بنفضل خدمتها فين بنفضل يا جماعة ان احنا بنضيفها في بداية الزراعة او في الخدمة الارضية بنحب نضيف سلفات النشادر لازم تضيف سلفات النشادر مع المادة العدوية طبعا بتبقى الارض لان ما بتتغسلش سلفات النشادر بسهولة مع الوضة العدوية بتبقى الاسابة بتاعتها تمام تمام وبيعملوا الاتنين بيعملوا حالة ممتازة جدا بالنسبة للتربة المادة العدوية مع الكابريتات اللي في سلفات النشادر مع الازوت اللي ما بتغسلش دهوت بيعمله كوكتيل كويس جدا في التربة والتربة بتقعد تدي النبات فترة كبيرة جدا من حياته الاولانية حتى لو ما سميتش خاصة الناس اللي بتشتغل في الراي بالغمر السلفات النشادر لو انت بتشيل الامح بتاعك وهتزرع مكانه درة درة شامي فياريت تحطلك كيس او كسين مت كيلو لكل فدان ليه لان ما بتخليش الدرة دايما اللي بتزرع وراء الامح بيبقى اصفر بيبقى اصفر ليه عشان شغلانة كده يعني ما معالك فيها ولكن اللي بتعملش تشققات خالص برضو اللي ما بتعملش تشققات فيها اللي بتعمل مشاكل لان نسبة الازوت بالنسبة لسلفات النشادر بتعتبر قليلة جدا اذا ما قورنت بمصادر ازوت التانية وسلفات النشادر من احد المصادر بتاعت الازوت اللي هي اعتبر حمض النتريك مصدر من مصادر الازوت نطرات الكالسيوم مصدر من مصادر الازوت اليوريا 46% مصدر من مصادر الازوت السلفات النشادر مصدر من مصادر الازوت نطرات النشادر مصدر من مصادر الازوت والامونيا المسال برضو بيعتبر مصدر من مصادر الازوت كل دي مصادر من مصادر الازوت فده اللي احنا بنتكلم فيه عن سلفات النشادر تقدر تحطها وتخلطها مع أي حاجة مع عدمة تراتي الكلسم طبعا ما بتتخلطش معها إطلاقا ده اللي احنا بنتكلم عليه في سلفات ده اللي بنتكلم فيه على سلفات النشادر بنتمنى ان احنا نكون وصلنا معلومة وتعرفنا على سماية سلفات النشادر شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته